السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي التلاميذ هذه بعض مرشحات القواعد لامتحان الوزاري سؤال الأول قال الشاعر محمد صفة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسمي ما تحته خط معارف بين نوع ثلاث منها ثانيا استخرج اسم نكرة واحد من البيت الشعري ثالثا استخرج المبتدأ والخبر من البيت أعلى عدنا أولا ما تحته خط معارف المعرفة نوعها المعرفة محمد نوعها اسم علم مذكر اسم علم مذكر صفوة معرف بالإضافة لأنه أضيف إلى الباري بغية معرف بالإضافة أيضا هو كان نكرة وأضيف إلى لفظ الجلال الله فأصبح معرف بالإضافة ثانيا استخرج اسم نكرة واحد من البيت الشعري هنا الاسم النكرة هي خلق خلق اسم نكرة ثالثا استخرج المبتدأ والخبر ثالثا استخرج المبتدأ والخبر من البيت أعلى محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره صفوة خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره السؤال الثاني أدخل كان وأخواتها مرة وإن وأحدى أخواتها مرة ثانية على إحدى الجملتين وغير ما يلزم تغيره أعزاء التلاميذ أريدكم أن تنتبهوا إلى صيغة هذا السؤال فجملة المخلصون محترمون مرة تدخلون عليها كان وأخواتها ومرة تدخلون عليها إن وأخواتها يعني ليس فقط تختارون كان وأخواتها وتتركون إن وأخواتها لا حسب صيغة السؤال أدخل كان وأخواتها مرة وإن أو إحدى وأخواتها مرة ثانية على إحدى الجملتين وغير ما يلزم تغيره ففي هذا السؤال لكم الحق أن تختاروا أولا أو ثانيا أولا أو ثانيا لكن إذا اختارنا إحدى النقطة مثلا أولا مثلا أريد أن أختار أولا المخلصون محترمون فأدخل عليها كان وأخواتها وأدخل عليها إن وأخواتها أرجو أن تنتبهوا إلى صيغة السؤال أعزاء التلاميذ أنا هنا جاوبت لكم عن نقطتين لكن إنت حسب صيغة السؤال ممكن تتركون أولا وتجاوبون على ثانيا أو تتركون ثانيا وتجاوبون على أولا أعيد وأكرر إذا مثلا أريد أن أجيب على النقطة الأولى أدخل عليها كان وأخواتها مرة وأغير ما يلزم تغيره وأدخل عليها إن وأخواتها وأغير ما ألزم تغيره فالمخلصون محترمون عند إدخال كان وأخواتها تصبح كان المخلصون محترمين كان المخلصون محترمين إن وأخواتها إن المخلصين محترمون والجملة الثانية الضيفاني مسافران أمسى الضيفاني مسافريني أدخل عليها أيضا أحد أخوات إنه لعل الضيفين مسافران لعل الضيفين مسافران السؤال الثالث هات الأفعال الخمسة لأحد الفعلين يشارك ويعيش يعني لكم الحق تتركون واحدة إما يشارك أو يعيش أعزاء التلاميذ تكتبون أول مرة الفعل ثم الأفعال الخمسة لهذا الفعل يشارك يشاركون تشاركون يشاركان تشاركان تشاركين يعيش يعيشون تعيشون يعيشان تعيشان تعيشين السؤال الرابع اختر الجواب الصحيح من بين الأقواص كأن حرف مشبه بالفعل يفيد التشبيه ثانيا اسم مرفوع يأتي بعد الفعل يدل على من قام بالفعل يسمى الفاعل علامة رفع الفعل المضارع الصحيح الآخر هو الضمة تعرب لن أداة نصب سؤال الخامس ابني إحدى الجملتين للمجهول وغير ما يلزم تغييره كرم المدير المتفوقين كرم المدير المتفوقين يبغض الناس الحقود فتصبح بعد البناء للمجهول كرم المتفوقون يبغض الحقود هذه بعض الأسئلة المهمة أعزائي التلاميذ ترجمة نانسي قنقر